الحياة أيضاً النهاردة كابت الخطيب قال إن سعد سمير نموذك في الإخلاص والعطاء ويستحق كل التقدير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حرص على الاجتماع مع سعد سمير أحد كباتن الفري الأول قبل الموافقة على إعارته لمدة موسمين لنادي فيوتشر جاء هذا الاجتماع تقديراً وتكريماً لما قدمه سعد سمير من جهد وإخلاص والتزام اتجاه النادي على مدار ما يقرب من خمسة عشر عام وأراد الكابتن محمود الخطيب الحفاظ على إرث النادي الأهلي وتقديره لكل المخلصين من أبنائه ولابد أن يكون هناك تقدير واحترام لكل ما قدمه سعد سمير كنموذك يحترم حتى عندما يخرج للإعارة كابت الخطيب الحقيقة بدأ كلماته بكلمات كلها تحمل تقديراً وحباً للنجم سعد سمير الذي ظهر عليه التأثر الشديد لأنه ما كان يتمنى أبداً أن يترك النادي الأهلي ولو للحظة واحدة كابت الخطيب أيضاً أشاد بسلوك سعد وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي الأهلي وأكد أيضاً الكابت الخطيب أن سعد سمير دائماً سيكون النادي في ظهره وسيظل يسانده ولن يفرض عليه أي قرار وأن القرار هو قرار سعد سمير إذا أراد الخروج للإعارة لإتاحة فرصة أكبر للمشاركة وهو هنا يا جماعة النادي الأهلي هذا هو النادي الأهلي كابت الخطيب تقديراً واحتراماً لسعد سمير ترك القرار في إيد سعد لخد قرار الحقيقة وهو كان واقف معاياً بارح كان متأثر بشدة والحقيقة سعد من أقرب الناس إلى قلب الحقيقة وإلى قلب كل جمهور النادي الأهلي وكان متأثر كتير جداً 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 مبارح ولكن هذا هو حال كرة القدم يخرج سعد سمير لسنتين يلعب أكتر ويرجع مرة أخرى لناديه وإن شاء الله لو كان حيكمل حنشوف النادي ساعته حياخد قراره بإيه مع سعد وأيضاً لو ما كملش النادي الأهلي دايماً أبوابه مفتوحة لأبناءه المخلصين لأبناءه المخلصين